السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة سنتحدث على العملات التي تشتغل في الدكاء الاصطناعي الـ IOT رأينا إيجابية خلال هذل يومين في عملات مثل Fitch رأينا بعض الإيجابية في عملة Jasmine رأينا Ocean Protocol كذلك ارتفعت الـ IOTX بدأت ترتفع كذلك عملة Graph هذه حلقة سنحاول أن نتحدث على هذه المشاريع ما هو أفضل مشروع IOT حاليا مشروع يشتغل داتا مشروع يشتغل الدكاء الاصطناعي كنا دائما نتحدث على العملات التي لها قيمة سوقية صغيرة وكنا نذكر لكم كثيرا عملة الفيتش التي كانت قيمتها السوقية تقريبا تتراوح من 40-50-60 مليون دولار كانت تقريبا تسعد لـ 90 سنت تنخفض لـ 5-6-7 سنت ثم تظهر الإيجابية من العملات التي كنت أتداول عليها على المدى القصير مشروع الفيتش ومشروعها مشروع محترم هذا ذكرناه أكثر من مرة في القناة هناك الكثير من العملات تحدثنا عليها لها قيمة سوقية صغيرة ومشروعها محترم فلو نرى الأسعار التي وصلت لها اليوم تقريبا وصلت لـ 17 سنت كانت تقريبا لو نرى أقل شيء كانت تخفضت إليه خلال هذه الأيام القليلة نقول شهر تقريبا كانت وصلت لـ 5 سنت وارتفعت للـ 12 سنت ثم انخفضت مرة أخرى تقريبا لـ 8 سنت ثم صعدت اليوم إلى الـ 17 سنت دائما نقول لكم لا تتبعوا العملات التي تصعد مثلا عملة فيتش خلال يوم واحد حققت لنا 80% من الأفضل أن لا تتبع العملات التي ترتفع دائما انتظرها ستصحح لأن هناك بعض الناس اشترت في أسعار قليلة انتظر النزول موضوعنا ليس بالأحرى بشكل كامل على مشروع الفيتش بل بشكل عام على الذكاء الإصطناعي بالنسبة لأفضل مشروع في هذا المجال حاليا هو الفيتش ولكن هناك بعض الأمور التي سنتحدث عليها هو الماكس سبلاي الذي تم زيادته الفيتش كان في الماكس سبلاي الخاص بها هو مليار والآن أصبح 3.4 مليار وهذه خطوة سلبية للسعر بالنسبة لهذا الصعود هذا الصعود ممكن هم عملوا هذا الصعود خلال هذه المرحلة لكي يوهموا للناس أن نحن زدنا 3.4 في الماكس سبلاي وهذا أعطي إيجابية في السعر بل بالعكس هذا أمر سلبي مثلا العملة إذا كانت مستقبلا مثلا نقول ستصل إلى الـ 2 دولار أو 3 دولار فممكن أن لا تصل إليها ممكن أن تصل فقط إلى الـ 1 دولار أو الـ 1.5 دولار أن الماكس سبلاي أصبح محددا في 3.4 مليار وهناك الكثير من الأمور الماكس سبلاي دائما فريق العملة لا يمكنه أن يبيع كل الكميات تكون أوقات محددة للبيع وهناك كمية لا يتم بيعها بتاتا من فريق العملة على حسب كم تشكل وعلى حسب استعمال العملة إذا كانت تستعمل العملة بشكل كبير ففريق العملة سيحافظ على قيمة أكتر فمشروع فيتش في الدكاء الإصطناعي مشروع قوي مشروع محترم كتقييم لمشروع الفيتش أعطيها تقريبا ما بين 8 إلى 8.5 على العشر ثاني مشروع لدينا هو مشروع الجراف هذه العملة أتت من أسعار مرتفعة والسبب هو أن ما يروش في العملة هو قليل العملة الماكس سبلاي الخاص بها هو 10 مليار ما يروش منها حاليا تشكل لنا نسبة 87% 8.7 مليار القيمة السوقية للعملة 586 مليون دولار الفوليوم اليومي 64 مليون دولار مشروع الجراف مشروع قوي مشروع الجراف ليس مشروع عادي وليس اختصاصه فقط بل يطورهم في البلوكتين يشتغلون الداتا يشتغلون ستوريج يشتغلون الكثير من المنتجات في البلوكتين يعني لو نقارن ما بين الجراف والفيتش الجراف عندهم توسع أكتر بكثير ورؤية أكتر على عكس الفيتش تخصص ايو تي فقط مثلا منحصر في الايو تي بشكل كبير اما الجراف يعني عام مشروعها مشروع كذلك محترم مشروع قوي لو نرى الأسعار التي كانت فيها عملة جرد لو نأخذ الفريما الأسبوعي ونرى الأسعار التي يعني في الأول ظهرت على البلوكتين استقبل بثلاثة سنت ارتفعت إلى الاثنان وسبعين سنت ثم انخفضت تقريبا إلى الواحد وعشرين سنت ثم صعدت نقود تقريبا إلى ثلاثة دولار ولكن هنا كان ما يروش قليل جدا كانت تقريبا حوالي أربعمائة مليون أو خمسمائة مليون يعني تقريبا كانت اثنان بالمئة من سبلاي ودائما عندما ترى هذا الأمر حاول ألا تشتري وحاول أن تترك أمر الشراء لوقت لاحق مثلا بحثت في المشروع وجدته قوي درسته من كل الجوانب أعطيته تقييم تسعة العشرة عشرة عشرة كمثال ولكن يجب علي أن أرأي ما يروج من العملة فإذا رأيت أن العدد قليل جدا ويجب علي أن أقرأ قوانين العملة مثلا هناك بعض العملات كمثال يكون الماكس سبلاي مثلا الخاص بهم مليون وهم وضعين في الخطة الطريق الخاصة بهم أنه مثلا إلى حدود 2025 ما سيروج من العملة هو 100 مليون فقط في السوق يعني 900 مليون لن تخرج هنا أوكي ممكن أن أستشمر أما عندما لا تكون هذه الشروط فلا أستشمر هناك بعض العملات فعلا يكون مثلا ماكس سبلاي الخاص بها مليار ما يروج فيها مثلا 50 مليون ولكن يقولون لك أن من هنا لسنة مثلا 2025 أو 2024 ما سيروج من العملة هو 100 مليون فقط يعني سيتم مثلا 50 مليون خلال 3 سنوات أو سنتين وهذه الشروط تكون حتى في العملات كذلك سنتطرق لهذه النقطة المهمة التي يغفل عليها الجميع بالنسبة لمشروع مشروع محترم هناك من سيقول كيف مشروع محترم كانت فيه 3 دولار وسائلها 6 سنت عادي أمر السعر لا يتعلق بالمشروع الفريق العملة باع الناس التي اشترت في باعت كذلك فعادي ولكن مشروعها مشروع محترم مشروع قوي أعطيها 8.5 على 10 ننتقل لثالث عملة لدينا الايو تيكس ايو تيكس من العملات القوية لديها بلوكتين خاصة بها قيمتها السوقية 215 مليون دولار سعرها الحالي 2 سنت الفوليوم اليومي 5 مليون دولار ما يروج من العملة يشكلنا 94% 9.4 مليار والماكس سبلاي محدد في 10 ملايير لو نرى الأسعار التي أتت منها السعر الذي ظهرت به على باينانس تقريبا 1 سنت والتفعت إلى 26 سنت مشروع الايو تيكس مشروع محترم في الذكاء الإصطناعي تقييمنا لها نعطيها 8 على 10 فيتش متفوق عليها شيئا ما في هذا المجال كذلك الغراف متفوق شيئا ما ولكن هذه المشاريع يعني ليس هناك فرق شاسع بين مشروع ومشروع ولكن ما أفضله هو العملة التي تكون لها قيمة سوقية صغيرة العملة التي يكون ماكس سبلاي مثلا محدد أو ما يروج كمية كبيرة ولكن تركيز على القيمة السوقية مشروع ايو تيكس مشروع محترم وعطيها 8 إلى حدود 8.5 في الدكاء الإصطناعي نحن لا نعطي تقييم لأقوى البلوكتشين الموجودة حاليا من ناحية السرعة والتحويلات والليكويديتي وهذه الأمور بل موضوعنا اليوم العملات التي تشغل في الدكاء الإصطناعي كذلك لدينا عملة الفيتشين الفيتشين سعرها الحالي 1 سنت قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار الفوليوم اليومي حوالي 24 مليون دولار ما يروج من العملة يشكلنا 84% 72 مليون والماكس سبلاي محدد في 86 مليون هذه العملات موجودة على أكبر المنصات فالفيتشين مشروع غني عن التعريف فيتشين مشروع من العملات التي تشتغل مثلا تأكد من المنتجات مثلا هالمزيفة أم حقيقية عن طريق الباركود عن طريق البلوكتشين عن طريق الكيو آر المشروع كذلك توسع بشكل كبير لديه الكثير من الفروع يشتغلون IOT يشتغلون DeFi كل الأمور التي تتعلق بالجانب المالي تتعلق بالدكال الاصطناعي تتعلق بالverification يعني مشروع الفيتشين كذلك من العملات القادمة بقوة في هذا المجال مشروعها قوي محترم الفيتشين لها شركات كبيرة لديها أكثر من 50 شركة مع شركات عملاقة مشروع الفيتشين نعطيها 8.5 على 10 كذلك مشروع محترم مشروع قوي لدينا كذلك IOTA من العملات الأولى العملات التي بدأت في هذا المجال بدأت في IOT بدأت في DATA مشروعها مشروع محترم عملة ألمانية لها شركات كبيرة كذلك العملة لو نرى الأسعار التي كانت وصلت إليها تقريبا كانت تجاوزت 2 دولار لو نرى IOTA لو نراها ب USDT أفضل لأن تم إدراج البيرست مؤخرا كانت وصلت تقريبا سنة 2021 إلى 2.67 ثم انخفضت العملة وحاليا في أسعار السبعة عشر سنت كذلك من العملات القوية في هذا المجال وأول عملة في مجال العملات الرقمية بدأت الاشتغال في IOT على البلوكتشين مشروعها مشروع محترم أضطيها 8.10 صراحة صعب صعب جدا أن تحكم من الأفضل بين هذه العملات ولكن كلها قوية صراحة هناك بعض العملات التي تكون متفوقة في جانب آخر كذلك عملة ثانية لديها بعض المميزات يعني لا يمكننا الحكم بشكل كامل ولكن هذه الأفضل عملات IOT كذلك جاسمي من العملات القوية في هذا المجال مجال IOT مشروعها مشروع محترم لا تحدث عليها شرحتها أكثر من مرة في القناة قيمتها السوقية حاليا 168 مليون دولار سعرها الحالي 003 ما يروج من العملة يشكلنا 93% تقريبا 46.4 مليار وحدة عملة جاسمي تروش حاليا والماكس سبلاي محدد في 50 مليار هي الأخرى موجودة لأكبر المنصات من بينهم تقييمنا لمشروع الجاسمي كذلك نعطيها 8.5 كل عملة متفوقة على عملة في شيء معين يبقى آخر مشروع لنا هو مشروع Ocean Protocol كذلك من العملات الجيدة في هذا المجال مشروعها مشروع محترم سعرها الحالي 20 سنت قيمتها السوقية 125 مليون دولار الفوليوم اليومي نقول 49 مليون دولار ما يروج من العملة يشكلنا 43% 613 مليون والماكس سبلاي محدد في 1.4 مليار من العملات الجيدة والتي لا تشغل في الايوتي فقط تقريبا كل العملات الموجودة حاليا في كل العملات مثلا في الدكاء الاصطناعي لا تشغل فقط ايوتي أو تشغل فقط الداتا بل كذلك تتيح لك الخدمات ديفاي ستيكين تطرح منصات لا مركزية تطرح انفتي كل هذه الأمور ولكن يبقى اشتغالها الأساسي هو الداتا ايوتي كذلك في الحلقة القادمة ان شاء الله بحث في موضوع كبير على موضوع سول انا والكوسموس والبولكا دوت وما الفرق ما بين الدوت والكوسموس والسولانا سولانا ممكن ان نعتبرها كمشروع سايتشين ولكن غير متلائم مع شبكة البلوكتين بلوكتين لوحده سولانا سنتحدث على بعض الأمور المهمة ان شاء الله في قادمة الأيام لكي نوضح لكم بعض الأفكار الخاصة بالمشاريع الموجودة في السوق فمشروع أوشن بروتوكول أعطيها تقريبا تمانية عشرة إلى حدود تمانية ونسب تقريبا كل هذه العملات التي تحدثنا عليها الآن يبقى التفاوت قليل ولكن هناك مواكبة دائما هناك تحديثات للمشاريع للمعلومات كذلك بعد الأخبار الخاصة بسوق العملات خاصة أننا نرى الكثير من الناس تسأل هل سينخفض السوق هل هذه هي الانطلاق الحقيقي لارتفاع العملات البيتكوين دائما نراه يسعد للسبعة عشر ألف ثم ينخفض لمناطق الخنسة عشر ألف دولار بالنسبة لي أنتظر النزول أنتظر الشوت بدأت المحاكمة على صام مؤسسة FTX ولكي أوضح لكم أمر مهم العملات التي تمتلكها FTX لم يتم بيعها حتى تتم المحاكمة وعندما تتم المحاكمة ضروري FTX ستعود الناس بماذا ستعود بالعملات التي تمتلكها لازالوا لم يبيعوا العملات مثل سولانا مثل بوليغون أبطوس وعملات كثيرة فالسبب الذي جعل سولانا وعملات كثيرة تنخفضه هي الناس التي خافت من FTX أن تبيع فجعلوا العملات تنخفض أنا داك فضروري FTX تتبيع هذه العملات لكي تعود المستشمرين بدأت المحاكمة أول جلسة بدأت مع عصام دائماً مثل هذه القضايا تأخذ وقت طويل بخصوص أمر البيع دائماً هناك وقت الوقت الذي سيتم بيع فيه لا نعرفه بالضبط ولكن نحن في متابعة معكم أي تحرك أو أي شيء من هذا القبيل سنحاول أن نتقاسمه معكم في القناة فتعليقاتكم تحفزنا كثيراً شكراً لكم شكراً على دعمكم المتواصل شكراً على اللايكاتكم التي تجعل هذا الفيديو يظهر لمشاهدين جدد لكي يأخذوا مألومات جيدة ولا يقعوا في أخطاء ويخسروا أموالهم شكراً لكم دمتم في رعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته